اهلا بحضراتكو ولكم التحية جزء تاني من الحلقة النهاردة هيكون فيه الحوار الوطني واخد مساحة كبيرة من الاهتمام نهاردة في الجزء تاني من الحلقة حنناقش كواليس الجلسات وازاي تم اختيار القضايا اللي حيتم منقشتها وبرع كمان سياط الرئيس خلال زيارته تفقدية للكليه الحربية اتكلم عن اهمية الحوار الوطني وقال انه ده امر مهم جدا عشان نسمع بعض حتى لو كنا مختلفين الاختلاف سنة من سنن الكون لكن ضروري انه يكون فيه نقاش حول القضايا الوطنية المختلفة اللي بتهم الناس الجزء التاني من الحلقة ان شاء الله النهاردة حيشرفني الكاتب الصحفي الأساس جمال الكشكي عضو مجلس امناء الحوار الوطني وحنتكلم عن الحوار الوطني والأيام اللي جاية هيكون فيه ايه بالنسبة للمجلس بعد ظهور النتيجة وبعد كل واحد خلاص عرف مجموعه ايه وظهرت نتيجة السنوية العامة موضوع دلوقتي اللي شاغل بال كل بيت مصري كان عنده ابنة او بنت في السنوية العامة هو التنسيق تنسيق القبول في الجماعات خاصة انه النهاردة تم فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الاولى الفكرة فيه احنا طول الوقت بنقول لحضراتكو انه وانت بتختار سواء للطالب او الطالبة او اولياء الامور وانت بتختار دايما اختار الكلية لان الوضع بيختلف من وقت للتاني الوظائف بتختلف من وقت للتاني فكرة توفير فرص العمل بتبقى فين في المستقبل وده بيختلف من وقت للتاني مش بتكلم على مستوى مصر بس لكن انا بتكلم على مستوى العالم كمان فانا بتصور انه كل الطلبة دلوقتي وكل اولياء الامور خليكو وانتو بتختاروا وصدقوا ولادكو لما يتخرجوا من الجامعة هيشتغلوا فين هيبقى في فرص عمل ولا مفيش فانا بتمنى انه داي يكون امام عيون كل الطلبة والطالبات وايضا اولياء الامور بما فيهم اوائل سنواء العامة فكرة انه ويا سلام او يا جماله لما تجمع ما بين حاجة انت بتحبها ويبقى محتاجها سوق العمل ده هيبقى شيء عظيم جدا لكن احنا بندخل الجامعة وبنتخرج عشان يبقى معانا شهادة نشتغل بيها طيب سوق العمل محتاج ايه؟ وده اللي احنا لازم نبحث عنه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة